أكثر من خمس ساعات استجواباً هو المدة التي قضاها قذافي مع قاضي التحقيق العدلي زهر حميدة بعد انتهاء فرع المعلومات من التحقيق معه بعد تسلمه من الخاطفين استمع القاضي حميدة إلى إفادة هنبعل لمعرفة ما إذا كان القذافي يمتلك أي معلومات عن قضية اختفاء الإمام الصدر وفي معلومات خاصة لقناة الجديد فأن هنبعل القذافي اعترف خلال استجوابه أن شقيقه سيف الإسلام القذافي الذي قبد عليه بعد إطاحة والده على دارية كاملة بقضية اختطاف الصدر واعترف هنبعل في التحقيق أن الصدر لم يغادر ليبيا إلى إيطاليا خلافاً لمزاعم والده معمر القذافي بل أن شخصاً من أركان النظام تنكر بزي الصدر وسافر إلى إيطاليا وأضاف أن الصدر أخذ إلى منزل في طرابلس الغارب بعد اختطافه ومن الممكن أن تكون قد تمت تصفيته هناك متحفظاً عن ذكر مصيره وعرض هنبعل القذافي الذي لم يبدي أي انزعاج لتوقيفه في لبنان أنه على استعداد لإجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة معلومات إضافية عن قضية الصدر ومن أبرز المعلومات التي أدلى بها هنبعل هي تورط عبدالسلام جلود في قضية إخفائه وكان يعتبر الرجل الثاني في النظام الليبي قبل إبعاده ووضعه في الإقامة الجبرية عام 92 وبعد قيام ثورة السبع عشر من شباط أعلن انشقاقه وكان أبرز شخصية مقربة إلى القذافي تعلن انشقاقها في أثناء الاجتماع به تقدمت عائلة الصدر بالادعاء إلى النيابة العامة التمييزية ضد القذافي إلا أن المدعي العام التمييزي للقاضي سمير حمود استمهل تسجيل الشكوى ريثما ينتهي القاضي حمادي من الاستماع إلى إفادته وعلى الرغم من كون القذافي لم يكن قد بلغ الثالثة من العمر حين اختطف الإمام موسى الصدر فإن الشكوى تضمنت أدلة ووثائقات تظهر تورطه اللاحق في قضية إخفاء الصدر ورفقيه إضافة إلى تضليل العدالة وبعد خمس ساعات من الاستجواب أصدر المحق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر مذكرة توقيف مجاهية في حق هنبعل القذافي في جرم إخفاء معلومات في هذه القضية حقيقة ما يمكن قوله أنه يكفي أنه تم إصدار مذكر التوقيف بجرم تضليل العدالة أن هناك معطيات يملكها وحاول إخفاؤها لإصدار هكذا مذكرة أما باقي المعلومات هي سرية تبقى تعود لحضرة المحقق العدلي في الإدلاء حول التفاصيل لأين قضائياً يتحول؟ رح يضلوا هون يتحقق معه في الخطوة اللاحقة؟ وين رح يتحاكم؟ حالياً بعد إصدار المذكرة الوجهية بحقه هو موقوف لمصلحة المحقق العدلي في هذه القضية بعد 38 عاماً من الإخفاء يبدو أن قضية الصدر قد عادت إلى الواجهة من جديد وهذه المرة من خلال ابن الزعيم الليبي المخلوع نفسه ترجمة نانسي قنقر